اليوم في كتير ناس بعايتولك ام جبل نعم بيزعجيك هالشي بالعكس شلون يعني انا دور عاملته وبفتخر فيه وانبسط كتير حتى ابني عمار لما حاكيني من اميركا حجر شو بيقلي شو هاي مام ام جبل اه بعيد هاي مام يا خلالة بعدين اليوم اليوم ام جبل قدبت شبه منواصف بس بالاصول بس لا يعني الاصول والاصول يعني ما بعرف اذا كان انه انا قوية مثلا هيك بقدر انا اتحكم بعائلتي بهذا الشكل هي امرأة يعني هي امرأة فيها فيها شيء زعغامي سلطوي يعني هي شوف انت بعد ما شلون هي بتحرك هي اللي بتحرك العائلة مزبوط وهي اللي يلي نصبت ابنها كبير العائلة يعني هو الحاكم بعد ابوه يعني هي وهي كيف استلمت السلطة من العكازة يعني هاي السلطة كانت يعني فما بعرف اذا كان بس انا اذا انا مو مثلا انا بحب انه كون مثلا مو مثلا بس مثل كل الشخصيات النسائية القوية المساكترات يلي انا قدرت انا قدمهم خلال فيش شخصية معينة قديتيها بتشبهي كثير بالحقيقة لا ابدا مو شطارة يعني لا اذا الشخصية بتشبهيني ما بكون تعبت لحتى اعملها لا انا بروح لعند الشخصية ما بجي بالعند طيب شو اكتر مشهد قديتي هيكي بعدو الهلاء بتحسيه وجعك هيكي ساعش هيكي مذكرة شي؟ كتير في مشاهد مشاهد بحياتي الفنية كانت مسرح كانت تليفزيون كانت سينما حملتها معي بحزنة للبيت بس طبعا بعد شوي بيروح يعني انا ما بأمن بالتقمص بشكل واحد ينسى حاله يقوم عطيل كل يوم يقتل واحدة من دايدامونة كل يوم جيبولة دايدامونة جديدة مو ممكن دايما في فاصل في فاصل بين التقمص وبين انك تقنع انك انت واصل لهي الشخصية انا بقنع يعني بس ما بتقمص بس بحمل الحزن في شي مشاهد مذكرة ايه؟ عمقول لي ذلك اني انا ما بحب ادوار الحزن لاني باخدها شوي معي على البيت بفضل القوة بضل قوية وانا رايحة على البيت و بس حس اني مقموعة او مقهورة بدور كمان باخد معي شوي من هادا الشي بينما بالدور المرأة القوية دايما بروح على البيت انا مرتاحة لاني مفرغة كل شي جواتي بالدور شو اكتر مشهد هيك بدي هلأ بذكرتك راح يصلك عنو ضحكك بتخيل يمكن اني اكتر مشاهد الادوار الاداتية بالافلام مع السيز الكبير دوريد الحام انا لو الله اذا بدك يصدق بشو اسمه؟ بوادي المسك انا ما عملت معه مسلسلات لضيفة شرف بعمل واحد ايه وعملت بوادي المسك يعني كان كان اللي الحظ الكبير اني العب دور اخده اه هو بيلعب شخصيتين بوادي المسك مضبوط كتبوا الله يرحمهم الماغوط هاد العمل فانا حبيت 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 الشخصية حبيتها ليش؟ ما حبيتها لعبها كوميديا لا انا فكرت انه لعبها متل ما بلعب اي دور تاني يعني الدور طبيعي هو بعدين بضحك من خلال من خلال الموقف اكتر ما انك تعمل حركات لانه انا الدور بالاصل مو مكتوب لالي كان مكتوب لالله يرحمه النجاح حفيز وبعدين صار خلاف عطوني الدور الي وانا كنت خايفي اخذه لانه وقتا كنت عم بعمل ادواري بالنسبة للخليج كله اعمال تاريخية او اعمال بدوية ما بتشبه هذا الدور بس قلت في مغامرة حلوة بعدين مع الكبير الاستاذ تريد الحم ما فيه يعني مجال انك تقول لا بدي بدي ااخده ففيه مشهد الله يرحمه خلدون مالح هو عم يعمل العمال ففيه مشهد لما بيستقبل اخي الحقيقي يعني مو التكميل الغوار بيستقبله من الباب بليعود على الديوار اوكي فأنا قللي الاستاذ خلدون سأرتجلي بس كلمتين ثلاثة لبين ما يوصل للكنباية ويعود فيه شي هذا لا اتكفني وتقبرني وتطلع على قبري وهقل ان شاء الله بيقبرني هالطول عم اصورها وقف دريد الحميس اللي مونة بشرفك بايمانك بدينك ما لقيت غير طول يتحكي فيك ههههههههههههههههههههه